وقف البابا البطريارك هنا في كنسة المرؤوسية واقف يبص من شباك الألاية على البحر على طول لقى طفل صغير لامم حواليه شوية عيال وقال لهم تعالوا عمتكم لعبوا بيلعبوا جابهم عند المية وابتدى ينزل واحد زي ما بيشوف أبونا بيعمل ايه نزله في المية اطلع انت تعمت والتاني والتالت أبونا البطريارك البابا أليكسندروس رقم 19 شاف ان الحكاية دي الولد ده ييجي منه دعاية صغيرة ده بيلعبوا والأبدا ده الولد ده ييجي منه ودي الشطارة ودي الشطارة ولدنا الصغيرين اللي قدموا على الريبورتات اللي عملوها وشاركوا في المسابقات الكبيرة دهيت وحققوا نتائج حلوة خالص وسنهم كلهم ابتدائي وعدادي شاف الولد صغير ييجي منه جابوا وتعهدوا بالرعاية وبالخدمة كانت النتيجة ان الولد الصغير ده بقى هو أسناسوس الرسولي أعظم بطاركة الشرق يا هو انت يا أبونا البطرك البابا أليكسندروس شفت ايه قال شفت ولد بيلعب بس طريقة لعبه وطريقة توزيعه للأدوار مع اصحابه الصغيرين تقول الولد ده هيجي منه هيجي منه وفعلا طلع لنا أسناسوس الرسولي ايه رأيك لو كان قال اه ده شوية عيل بيلعبه يا عم سيبك منه نعملين دوشة حتى يضيع علينا قامات وخبرات ومواهب فاعرف ان ما فيش انسان بدون موهبة خالص واعرف ان كل واحد الله بيعطيه بس الشاطر اللي يكتشف الموهبة بتسمع عن فنان عالمي اسمه بيكاسو بيكاسو قال عبارة جميلة قوي قال كل طفل يولد فنانا لكن المشكلة كيف نحفظه فنانا يعني هو بيتولد الطفل عنده فن فمسلا الولد لو عمل شوية شخبطة كده رحت قال له ايه شخبطة دي يا ابني عمره ما هيعرف يرسم بعد جل لكن لو قلت له الله برافو وكتبت له وعطته نجمة الحاجات التشجيعية الجميلة دي الولد تطلع فيه الموهبة فيه مثلا طفل صغير يسمع اعلان او موسيقى في التليفجن تلاقي ادي عماله كأنه بيدرب موسيقى وادنه موسيقية يقدر يحفظ الترنيمة بسرعة او اللي احنا بسرعة ام انت تغزيه بدروس في الموسيقى يطلع وادنه موسيقية ويطلع موسيقار ويفهم في الموسيقى وده علم كبير اوي وهكذا لا يوجد احد بدون مواهب اشتركوا في القناة